تقرير جديد لمنظمة الامام المتحدة بشأن الاوضاع الانسانية في اليمن المنظمة التي تبرع كثيرا في الوصف وفي تجميع الدعم بدت بعض جمل تقريرها الاخير وكأنها تفتقر للدقة في وصف حال اليمنيين فبالنسبة للكثيرين لم يعد اليمنيون على وشك المجاعة كما عبرت المنظمة الدولية بل صاروا في قلب المجاعة ذاتها يذكر التقرير ان من صاروا على وشك المجاعة او بالاحرى من دخلوا دائرة المجاعة يصل عددهم الى سبعة ملايين نسمة وذلك يجعل اليمن يعيش واحدة من اسوأ ازمات التاريخ الحديث على الاطلاق وهو الوصف الذي لم يغفله التقرير يستطرد التقرير في شرح الازمة ويقول ان كل شيء في اليمن اصبح مطلوبا وعلى وجه السرعة الماء والغذاء والمأوى والخدمات الصحية وهو ما يعني ان الحياة دخل الطور التلاشي فالناس هنا لا يجدون ايا من مقومات الحياة الاساسية ليس لديهم ان يحق من الحقوق التي كفلها ميثاق المنظمة الدولية الاطفال لهم النصيب الاكبر من اثار الحرب وانعكاسها على اوضاع البلد حيث يرصد التقرير الاخير ان اكثر من مليونين من منهم دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية بمستوياته الثلاث الاول والمتوسط والحاد فيما تقرير سابق لمنظمة اليونسيف كان قد اكد ان طفلا يمنيا على الاقل يموت كل عشر دقائق وهي نسبة غير معهودة في تاريخ الشعوب الحديث ليس هذا كل ما فعلته وتفعله الحرب باليمن التي لا تتوقف تأثيراتها على الحاضر وحسب بل تمتد اثارها السلبية لتضرب المستقبل فجيلا جديدا بالتأكيد لن يكون بكامل فاعليته العقلية والجسدية